موسيقى السلام عليكم جماعة تأسست منذ أكثر من 90 عام أرادت أن تقيم الفرد المسلم فالأسرة المسلمة فالمجتمع المسلم والدولة المسلمة وأستاذية العالم ماذا حققت هذه الجماعة من هذه الأهداف وأين أخفقت ولماذا لم تتعلم من أخطاء الماضي كل هذا مشاهدين نتابعه مع ضيفي في الشاهد المهندس محمد البشلاوي أمين اللجنة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين سابقا محمد أهلا بك أهلا بك أخواني مرحبا الحلقة الأولى عادة ما نبدأ بالميلاد والنشأة أين كان الميلاد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين أنا نشأتي في قرية مصرية في ريف مصر في مركز صالخ أسمان المانيال ولدت سنة 1947 في 2847 شأتي في بيت عادي بيت من بيوت الأرياف اللي فيه قيم وفيه أخلاقيات وفيه سلوكيات بس مش بيت منتمي دينيا أو فيه مثلا واعز أو عالم أب فلاح عادي جدا ولكنه كان تميز بأنه الحقيقة علمني كيف أكون رجل كان هو تقريبا كان الرجل الوحيد في القرية اللي عنده أمنات الناس كلها ملتزم بصلاته الناس كلها بتدخله في الصلح بين بعضها كان شخصية كده في الحياة العامة اللي بقوله على دالوقتي يتميز بقيادة يعني كان يحبي متميز في كل حاجة في فلحته في زراعته في تعاملاته في نظرته للحياة كان يعني أكسبني هذه الصفة منذ الصغر يعني أخذت المرحلة التعليمية الإبتدائية في قرية المانيال في بلد مدرسة اسمان مانيال الإبتدائية المشتركة ثم انتقلت إلى مدرسة إعدادية ما كانتش فيه إعدادها في القرية فيه على بعد حوالي 2.5 كيلو ودي كان لها أصف في حياتي إنه طبعا والإنسان من 12 سنة بيتحرك لوحده بروح ماشي وتيجي ماشي لوحده بروح ماشي واجه ماشي اتنين كيلو نص يوميا رايح اتنين كيلو نص جاي وببلد غير البلد خمسة كيلو في اليوم خمسة كيلو في اليوم ونادرا ما كان حد منين يركب تقريبا أنا والناس والطلب اللي كانوا معي وطبعا كان عالد المتعلمين في القرية في التوقيت ده اللي بيطلع من البترائي عشان نروح لإعداد بيقل جدا ثم بيقل جدا جدا لما يبقى سنوي وبعدين في الجامعة بتلاقي مثلا كنتين أو أربعة خمسة كمان في الجامعة أو ستة يعني على مستوى القرية كلها خلصت الإعدادية في مدرسة ديميرا الإعدادية وبعد كده انتقلت لمدرسة أحمد حسن الزياد الثانوية من تقريبا من تلاتة وسبعين من اربعة وسبعين من اربعة وستين لسبعة وسبعتين يعني تلت تلت سنين في أحمد حسن الزياد السنوية اللي هي ما سموها بعد كده التلخل för السنوية العسكرية ثم تلخل سنوية أو أحمد حسن الزياد السنوية أخذت السنوية عام flecks West 1969 ودي كانت الحقيقة عام كبيس بنسب birdنا جدا النقف عند السبعة وستين سبعة وستين معروف لدى الجميع بأنه عام النكسة والنكسة التي حدثت لأشعب المصري كيف كان تأثير النكسة عليكم كطلاب في أصف السنة؟ وحنا الحقيقة ما كانت نشئتنا فيها انتماء للمسجد والحقيقة نقطة كده فارقة في التاريخ ده أو في السن ده القيم اللي كانت في البيوت وفي العائلات وفي الشارع العام أنا اللي هي انقررت الوقتي الحقيقة هل هذه كانت القيم سائدة في المجتمع المصري أم هناك يعني مزيه أو خاصية لديكم فقط؟ لا يعني البيت الميزة اللي فيه أنا قلتها لما أنا اكتسبت والدي بعض الصفات اللي غير يمكن ما شافهاش في أباؤهم إنما العموم القرية كان فيها ألقايات كان فيها سلوكيات كان فيها قيم كانت الناس تقف مع بعضها كانت الناس في العيد تنزل تفتر مع بعضها وكلها في الشارع اللي عنده اللي ما عندوش الأكل يتحطه قدام الناس كلها ما كانت منقرة دلوقتي ما فيش فيه قيم ما فيش فيه الأخلغات والسلوكيات دي جات 67 والناس على هذا الوضع وعلى هذا الحال وإحنا طبعا كان فيه نوع من أنواع التشبع عند الناس إن عبد الناصر ده عنده القدرة إنه هو يزيح أي حد من طريقه يا رب أمريك مش بس يا بإسرائيل يعني كنت ناصري مثلا؟ لا أنا ما كنتش ناصري ولا حتى البيت عمره ما كنت دولا كان عندنا حد في البيت ناصري إنما الناس كلها كانت بتقدر عبد الناصر في التوقيت ده الناس كلها كانت بتعتبرنا عبد الناصر زعيم خلاص هيحرر فلسطين وهيطلع اليهود وهينهض بالفلاحين وبالريف كلام ده كله كان اللي بيعلن في الإعلام واللي كان اللي وصل لأسماع وعقول الشريحة كبيرة جدا من المصريين حقيقة الوضع كانت غير كده وبانت بقى في 67 يعني انكشفت الأمور كلها في 67 وحصل نوع من أنواع التراجع الشريح جدا سواء في الجيش سواء في الشرطة سواء في الشارع المصري سواء في نظرة الناس لزابط الجيش لزابط الجيش ما كانش يبضى ما كانش يجرؤ إنه هو يطلع بالبدلة بتاعته ينزل بقى الشارع لا كان خط أحمر يلبس ملكه هو لسه في الوحدة بعدما كان بيفتخر إنه معلق دبرتين أو تلت دبرات أو نصر عشان يمشي بالشارع طيب وقع إن انتم كنتم تسمعوا في الإزاعة ببطولات وانتصارات الجيش المصري اللي كان على مشارف تل أبيب ده بحسب الإزاعة وقع دوت عليكم إلا ما عرفته الواقع وعرفته الحقيقة كان عادة بعض الإعلاميين الكاذبين زي ما حصل في مصر الوقتي أحمد سعيد ده كان يعني من كترة أنا سعيدة ما كنت بعدة الطيرات اللي احنا وقعناها من الطيران الإسرائيلي كنت متوقع إنه ما عادش في طيرات في إسرائيل كان كل يطلع ناشرة إحنا سقطنا مش عارف كم طائرة إحنا دمرنا كم دبابة إحنا لغاية مليئنا الجيش الإسرائيلي وصلت أهلي وصل عندنا المنصورة يعني وصل المطار شاوة طيران الإسرائيلي وصل المطار شاوة في المنصورة وصل الغاية ما دخل جونه وصل ضرب في المطار شاوة في المنصورة وهو على مورد 7 كيلو من قريته تقريبا فكانت بقى تصديحها بجلاجل يعني هو طبعا يعني ثاني أو ثالث يوم كل حاجة كشفت واللي كان بيقرأ وبيسمع أزعاد أجنبية عرف كل حاجة اللي كان قاعد على أحمد سعيد وجرانو وحبيبو كان عايش لسه في الوهمة بتاع جمال عبد الناصر إنما التراجع اللي حصل في العهد الناصري بدأ فعليا من 67 بدأ يحصل نوع من أنواع الهزة العنفة جدا جوه الجيش جوه الشرع بقى فيه تغير بقى فيه يحجد نفسه عن الناس طيب خلينا أسألك أنت أظن كان 67 كانت انتهاء الفترة الصنوية ودخل الجامعة أنا نعم أنا الانتحانات جد وإحنا بنتضرب يعني يوم 5 يونيا يوم 5 يونيا إحنا كان امتحاننا 7 يونيا فهم لما حصل الضرب في 5 يونيا تأجلت يعني الخبر نزل كده تأجلت انتخابات الصنوية العامة إلى أجل غير مسمى كلنا عنا كدب تحت السرير وفي الدوليب وخلاص وقلنا بقى ألبسنا كان عندنا حاجة اسمات تربيل عسكرية في السنو فلبسنا لزي ده وقد لقيت في النور مش عارف إيه أبصر إيه مش في الشوارع فيه مجموعة عارت الزاكر يعني نصحوا يعني وطبعا بعد الضربة القوية جدا رح أعلم مرة تانية امتحانات السواء العامة بعد 5 يام كان كان الإنسان توخرت عنده كل المؤدل اللي كان ما ذاكر يعني أنا دخلت على أننا كنت رائحة الصنوية العامة في العامدة على أننا هجيب على الأقل تسعين اتنين وتسعين تمانية وتمانين كده وطبعا كان أعلى كلية بتأخذ ساعتها ستة وسبعين سبعة وسبعين تمانية وسبعين ما كانش فيه وحكيت فالواحد كان عارف أنه داخل اللي طب به هندسة برحته طبعا لما حصلت الانتخابات دي الواحد جاب السبعة وستين في المية بالعافية ودخلت هندسة وموظم النص قطت في السنة دي لأنهم قارت وطلعوا إشاعات أننا خلاص هنأعتمد انتحان تانية سنوي ومفيش انتحانات سنوية عامة وهنخش الجامعة انتحان تانية سنوي الأخر جاب قرار طبعا الفاشل بعادة الانتخابات والأثر كان على الناس كلها الشارع كله أنت الجامعة كانت في المنصورة؟ الجامعة كانت في المنصورة طيب إمت تعرفت على الإخوة المسلمين؟ يعني أنا لما دخلت الجامعة دخلت سبعة وستين تمانية وستين تحديدا كنت كنا بقى يعني يعني بنروح الجمعات الشرعية على طول بنسمع الأخبار بقى الحقيقية بتاع الإخوان مسلمين بس كانت فينا شاطئ مسموح للجمعات الشرعية في الوقت ده آه نعم جمعات الشرعية كانت بتصارى على الأعلى مستوى وعلماء ما شاء الله الشيخ خطاب السوبكي الشيخ عبد وطف مشتوري العلماء اللي هما التقال الشيخ محمد فريد ناس علماء من التقال اللي قوي اللي كانوا بينزلوا الجمعات الشرعية ما كانش الجمعات الشرعية عندها مشكلة ولا أنصار السنة سعيدة كان عندهم مشكلة كانوا اللي تجاهلين مجدين وشاغلين دول باش اللي كانوا شاغلين يعني وطبع عندهم كانوا برضو أمن الدولة يعني ايه عامل معهم خط ومسيطر على المسألة بس العلماء بيتكلموا في الدين فقط هدش يجرؤوا أنه يقترب من النظام أو الدولة أو الحكم أو يتكلم عن سيرته ولا يجيب أي نوع من أنواع الفساد اللي فيه إلا ما نضر بان ده بقى بعد 67 يعني ده بان بعد 67 إنما لما لما حصل فترة الجامعة فترة بداية الجامعة وبقينا نروح للجمعات الشرعية أتعرضت أنا في الجمعات الشرعية على شاب بإسمه أحمد العدوي أحمد محمد العدوي تقريبا في نهاية 68 ده كان ابن أحد الإخوان المسلمين اللي كان في السجن في التوقيت ده اللي دخل السجن في 54 ولم يخرب إلا في 74 20 عام كاملة ده من أواحد الناس اللي خربوا من سجون المصرية كانوا خمسة أنا على ما أذكر منهم الوقت الأستاذ عاكف الأستاذ علينا حج علي نويته الحج محمد العدوي الأستاذ ابو الناصر يمكن ما نش فكر يعني هم ده من المتأكد منهم ومثلاث الأمنيين دول دخل 54 خرج 74 بدأت عرفت على إبنه في 68 وبدأت عروف مع عنده البيت معاهي البيت يعني بدأنا نبقى أصدقاء يعني بدأت الحجة والدة للحجة محمد العدوي رحمة الله كانت ما شاء الله تستقبلنا وبدأت أعرف الإخوان بدأت أعرف إيه اللي حصل للإخوان بدأت أسمع منه إيه اللي بيحصل لهم في السجول الحقيقة الإنسانية يعني إيه يعني خد كده خدت 180 درجة ضد عبد الناصر وساست عبد الناصر بس السؤال ما خفتش ده كان في ظل القبضة الناصرية أنت تعرفت على الإخوان عن طريق واحد أبوه في السجن ولازال موجود في السجن ده ممكن يدفع بعض الشباب نهاية خاف لا أخفيك السر أي طبعا وفي الناس ما زالت خايفة الغد في المهارد الخوف كان موجود وما زال موجود والخوف ما زال موجود إنما 68 تحديدا لا القبض الأمنية بتاعة جمال عبد الناصر كانت اتهزة تهزة عنيفة ليست بالبسيطة يعني لما انكسر الكسر دي والجيش انقسم عليه وبقت فيه فضيحة بجلاجل عن موضوع شمس بدران وموضوع عبد الحاكم عامر والفضايح واللي تقال ساعتها لا كان خلاص ما عادش حد روه عيني آه فيه أمن طبعا وفيه يعني فيه سيطرة أمنية معقولة بس مش القبضة الحديدية اللي تخوف حد طب الإخوان كانوا في الوقت ده بيعملوا بالتحديد ما كانش فيه إخوان نهائيا نوم نشاط نهائيا ناس كانوا طب معروفة أو كان لناس يتعاملوا في الخفاء كان في الخفاء كل حاجة في الخفاء لو فيه مثلا تواصل مع بعض العائلات كان في الخفاء لو كان فيه حد بيقابل حد في الخفاء ما كانش حد يستطيع أن يذكر كلمة الإخوان المسلمين مجرد ذكر وانت يعني حبيت هذا الموضوع أنا طبعا حبيت لأني شفت بنفسي أنا دخلت البيت وشفت بنفسي البيت أنا عامل إزاي طب إيه إيه اللي جذبك أو إيه شدك؟ اللي جذبني الشاب نفسه اللي كان ساعتها هو كان أظهر مني بحوالي خمس سنين شاب صغير جدا ما كانش لسه كان لسه في القدرية أو في القدرسانوي وملتز من الكزام ده وراجل في تصرفاته فده شدني شدني إن في التوقيت ده واحد بالشكل ده فلما دخلت البيتت شدت أكتر لما شفت الاتزام البيت وظروف البيت وضعه أنا لما دخلت سبعة سنين جميع جامعة المنصورة ما كانش فيه واحدة بنت واحدة بس في الجامعة عم مغطيها بإشارب بس حتى أشارب على رأسها روحت البيت اللي أنا دخلته ده لقيت كل الناس فيه محجباته 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 ما فيش ستة بتيجي عليك غير ستة كبيرة اللي هي والدة الحج محمد العدوي اللي كانت ساعتها تجاودت لـ 75 سنة التوقيت ده فما كانش حد بيظهر بقى الكلام ده ما شفناهش في البيوت ولا شفناه في الجامعة شفت أنا في البيت ده وبدأت أخب منه بعض الرسائل بتاعة الإمام البرنة اللي كانت بساعتها بقرش ونص وبرشين كانت مبوعة لها كده الساعة بدأت أقرأ خدت منه كتاب معالم طبعا كتاب معالم ده لو تمسك ساعتها في إيد حد إنما خدته عملناها أقطعناها ملازم كنا بنقرأ فيه بدأنا نقرأ فيه أدبيات الإخوان أدبيات الإخوان وبدأنا نتلم على بعض النسخ كان ساعتها في زرال القرآن ما كانش متجمع في مجلد كده كان كل جزء في ملزمة فبدأنا نلاقي بعض الملازم دي بعد بعض الناس اللي كانوا مداريينها ومخبيينها وحفرينها وحطينها تحت الأرض وكلام من ده بدأنا نقرأ الفكرة الإخوان مسلمين حتى صنعتها فرادة ونتقام لك كانت الوقت من 68 حتى كم كانت الجو بهذا الشكل الجو كل شوية كان بيفتح أكتر يعني 68 69 أحسن من 68 70 أحسن من 69 لما مات عبد الناصر طبعا السادات الدونة كلها كتددوا تقريبا جوة الجيش وجوة المؤسسة الحاكمة لأنه هو حس أن علي صبري والجالة على صبري والتحاد الاشتراكي والشيوعيين مسيطرين وممكن يعملوا عليه انقلب في إيه لاحسن فحب يعمل توازن فبدأ يفتح المساحة أكتر للإخوان في المرحلة من 79 لغاية تقريبا النهاية الثمانين يعني 79 ثمانين بداية واحدة بداية واحدة وثمانين بداية واحدة وثمانين لما بدأ هو يعمل الكارسة اللي هو عملها فبدأ طبعا الناس كلها توقف وتقول لأ وطبعا بدأت تعلم تقول لأ وكلام من ده فعمل بقى اللي هو عمله 1500 واحد أو 1540 تقريبا اللي أبعد عليهم في من جميع الاتجاد بقى من الإخوان ومن غير الإخوان ومن الإسلاميين ومن النصارى ومن الشيوعيين ومن كل الأحزاب كل الناس طيب أنا عايز سألك هنا في محطة مهمة جدا في نهاية المرحلة الجامعية كنت تعرفت على أحد الشباب اللي بينتموا دي جماعة التكفير والهجرة وشكر المصطفى أنت كان ليك جلسة وقعدة مع شكر المصطفى إيه اللي حصل بالتعديل؟ يعني هو الأول كان فيه زميل لي كنت أعزه جدا وأقدره جدا وكان في منتهى الإخلاص يعني من أخلص الناس اللي قابلتون في حياتي وكان من الإسماعيلية كان مهجر من بعد حرب 67 وكان عايش معنا في المنصورة ودخل معنا الكلية في المنصورة وليقيته فجأة كده احنا كنا بدأة نعمل نشاط جوه الجامعة بدأة نعمل نشاط جوه الجامعة يعني الكلام ده مثلا سنة 69 نهاية 69 بدأة نجيب الشيخ سيدي السابق الشيخ محمد الغزالي الشيخ عبدالوطف مشتوري الشيخ عبدالرحمن ابو ظهرة الدكتور عيسى عبدو كنا نجيب الشخصيات دي من كانش عادة شهر لما نعمل نشاط يا إما في هالناس اللي منصورة وكان بيسمحوا بالشخصيات دي بيسمحوا بمفقة الأمن ما كانش فاهم مشكلة عنه واللي كان بيجي برضه كان بيتكلم في أخلاقيات وسلوكيات وقيم كان الشيخ محمد ابو ظهرة وقال أنتوا سمعيني وعارفين أننا ممكن مرجعش للخيرة تاني لأنه قال يعني أننا اقترحت أن الإخوان اللي مش عجبينكو دول ودوهم لليهود في سينة وسبوهم يخلصوا على اليهود يخلصوا على لهم ويريحوكم منهم طيب نرجع لقصة شكر المصطفى شكر المصطفى لما لقيت الأخ ده شكله وسلوكياته وشكلها غريب شوية فاعدت معاه فاعدت معاه فاقال إحنا بنعمل شغل مش كويس وإحنا المجتمع ده مجتمع كافر وإحنا لازم نهجره لازم نسيبه كان بدأ يغيب من الكليا كتير بدأ ما يحضرش عادت أقنع فيه فاقلت له طب من اللي أنت سمعت الكلام بمين فاقال لي تعالى وأنا أعادك معا لي يقنعك وداني الشاب عادت معاه لقيتهم فاضي ما عندوش حاجة فاقلت له يعني الكشف قدامي ما عارفش يرد علي فاريع وداني المهم في الآخر اللي قيت نفسي قعد مع واحد أنا عرفتي بعدين أنه هو شكر مصطفى لما قعدنا نتنقش مع بعضي برضو قعدنا أكتر من كان ساعتين في نقاش حوالي تكفير المجتمع وعدم وقلت له يعني أنت بتتكلم في كلام قضي بحثه قتل يعني بحثا انتهى وش أنت اللي هتحكم على تكفير حد ولا أنت اللي هتمنك تكفير حد أنت مهمتك أنك تعبد ربنا صح ولما يبقى قدامك وعندك القدرة كدولة أو كقوة تتكلم تتكلم إنما غير كده أنت بتضيع نفسك وبتضيع المجتمع وبتفرغ المجتمع من القيم من أصحاب القيم المسلق أو العليا عاوزوا يهجروهم وروحوا يقودوا في الجبل ولا يعملوا إيه ولا يعيشوا كان رده يعليك ما ردش علي ما عارفش رد علي قال لي يعني ما نعيش في المجتمع وتلعت عيش في المجتمع المجتمع يا كلك المسلم الحق لا يستطيع أي حد لو كان حتى كافر إنه يحاولوا عن قبيته بس دوت كان نتيجة أو هو وصل لهذه الأفكار حسب ما يقول نتيجة للتعذيب اللي حصلوا في السجون هو طبعا كان في السجن وشاف عذابات وهم دول نشأ الفكرة ده جوا السجن فعلا شافوا عذابات داخل السجن تتشيب وبالتالي هو خلاص طلع مع مجموعة معاه خدوا جنب جوه هم لسه جوا السجن لأنه ده ده مجتمع كافر كله بأكمله واللي يتعامل معاه يبقى كافر زيه وبالتالي خرجوا بالشكل بهذا الفكر إنما هم مش منفرق طبعا جرام النظام ساعتها هو اللي وصلهم من كده وأي مجتمع وأي نظام وأي نظام هيعمل نفس الكلام مش هيلاء غير كده يعني أنا متوقع النظام السجن لازم يفرق ده ونظام الآل الآل سلمان لازم يفرق ده ونظام الآل زايد لازم يفرق ده لازم يطلع النمازج دي بعد ما انتهيتوا من المرحلة الجامعية وهذا اللقاء مع شكر المصطفى طبعا أنت يعني بعد ما يعني الحمد لله ربنا أكرمنا كنا مجموعة حوالي خمسة في المكان ربنا أكرمنا ويعني أخذنا منهم أكتر من أربعة أو خمسة هلغفت تستقطب ها طبعا رجعناهم تاني للفكر الصحيح والوسط هي المحترم يعني واحد أو اتنين اللي كاملوا معاهم ربنا يشرح صدور الجامعية بعد كده دخلت الجامعة عطمنا دخلت الجيش انتهت من الجامعة دخلت الجيش وشاركت في حرب اكتوبر نعم أنا دخلت الجيش خلصت الجامعة 72 دخلت الجيش على طول يعني احنا خلصنا في مايو 72 دخلنا عشرة 72 الجيش أنا طبعا كان ليا ظروف عائلية فحبيت أن أنا ما خشش ضباط احتياط واخترت أن أنا أدخل عسكري عشان أخلص وأطلع عشو في حياتي يعني وروحت فعلا مركز تديب الإشارة في الجبل الأحمر أعدت حوالي 9 شهور أنا كان بقى 3 شهور وأخرج من الجيش تقريبا يعني في مركز تديب الإشارة للأسف بعثوا فجأة كده لما حصلت طبعا النهيار بتاع الجيش والكلام ده فحبوا يعملوا دفعة إضافية من الضباط الاحتياط عشان استعدادا كان بقى كان بقى يعني كان همما تقبين يعني القرار متاقت بحرب ولكن التوقيت أمتى والإعداد أمتى كان فخدوا ده دفعة إضافية يعني دفعة إضافية غير الدفعة وما منفروض كل سنة بيقضي دفعة فخدوا دفعة إضافية وكان دي أول دفعة تروح إسنة قبل كده كان بتبقى فايد ودوا عمروا دفعة في إسنة في كله دفعة تحتلات في إسنة خدوا جم أخدوا وكننا احنا كان باقي الناس كلها ترحلت الوحدات معادة كانوا حوالي ألفين أربعة وستين مهندس وطبيب في مركز تديب الإشارة ده جمش حملهم في قطر خدهم كده بعربية حملهم في قطر وودهم على إسنة كان في ظابط في الوحدة صديقي نقيب يعني فقال لي قال لي هيترحلوك بكرة عشان تروحوا البطح فيات فقلتوا أنا مش عاوز أروح أعمل إيه فقال لي أعمل غياب أعمل غيابه وهي حكموك يحبسوك مثلا خمسرسة اليوم والشهر وترجع تكمل عسكري وتروطيب روحت غيبتي فعلا حوالي شهر أو عشرين يوم ورجعت رئيس القائد الوحدة كان عميد طبعا متوقع أنه دخل أتحكم أتحبس وأتحكم محكم عسكرية راحوا ومشايليني مخلتي بصول ومرحلين للربسيس للسكة الحديد ومركبيني للأطر على إسن ودخلت ضباط حتيات خرجت من ضباط حتيات على مركز على صلاح المهمات قضيت المرحلة شوية ف الأسوان وشوية ف الفردان وقت الحرب يعني وقت الحرب وامد أثناء الحرب كنا عن الأنتراشر كنا في منطقة لأنتراشر جاي قريب من كبر الفردان كده ساعة إيه زكريتك عن الحرب عمد جاييرتك عن الحرب تابعة أنا كنت في منطقة عدارية مش منطقة الالتحام يعني Frost أي من أي واحدة أسكريب بacam منطقة عدارية فيها الإدارة والمهمات والتعيينات والسلاح والزخيرة وكلام من ده والمنطقة المقدمة أو المواجهة كنت أنا في المنطقة بتاع الإدارية دي اللي إحنا بجاهز فيها طبعا الروح الحقيقة كانت جوا الجيش في التوقيت ده كانت كانت عالية جدا كان معلوماتنا بقى في فترة عبد النصر إن ما كانش حد يقترب من مسجد ولا يصلي ولا ولا إلى آخر ولي يصلي يصلي باستخبم الداري السلاح الحقيقة لما مسك عمل حاجة يسمى عمل سلاح يسمى سلاح التوجيه المعنوي سلاح التوجيه المعنوي ده رفع رفع عند الناس القيمة الإيمانية بشكل عالي جدا سمى نفسه رئيس المؤمن آه كانوا بيجيبوا كانوا بيجيبوا أصلا مشاكمل الأزهر وعلماء وكان فيه في كل وحدة ضابط اسم ضابط التوجيه المعنوي كان لازم يتأكد إن الناس بتصلي الناس معنوية كويسة طبعا دي كانت نقلة نقلة ما كانش موجودة في الجيش نهائيا وبدأت يسمع كلمة الله أكبر ديان في أي حاجة في أي صيحة يعني بتوع الصعقة يقول ما يجعل راح أني يعملوا مثلا تدريبات الله أكبر بشكل عالي وبالتالي كان الروح الإيمانية جوه جوه الوحدات وجوه الجيش كانت عالية جدا والوضع اختلف نقل نقل فكانت الروح الناس وهي بتخش على المعركة لما مش يعني مش مش واحد خايف أو واحد متردد أو واحد بيهايب الجيش الإسرائيلي يقول لا ما كانش روح الناس كان فيه وضع مختلف عن حق النصري تماما أنا ما قاعدت مع ناس من اللي كانوا موجودين في الجيش قبل سبعة وستين الباس ده كان موجود من قبل سبعة وستين وحكالي عن وضع الجيش في أثناء النكسة كانت حاجة خزي وعار يعني ما كانش فيه جيش يعني طيب في نهاية فترة الجيش أنت تعرفت أو كان لك علاقة بالنسبة الفانية العسكرية؟ شباب كان في أربعة وستين يعني هي مش كات علاقة هو نفس الظابط اللي بحك عنه ده الظابط اللي هو كان مفروض أنه كان زابط التوجيه المعنوي في الوحدة اللي كنت أنا فيها لمركس تدريب الإشارة ده كان نقيب هو كان من عندنا من المنصورة وكان حبيبي أو يعني فلقيته فجأة كده بيفتحني بيقول يعني لازم البلد دي تتحرر لازم النظام ده يتغير لازم لازم ده يعني أنت بتفكر فيه اللي أنت بتفكر فيه لقيته بيفكر بقى إيه بيحكي لي بقى عن موضوع كارم الأناضولي وطلالي الأنصاري وكان وكان صالح السرية بقى ساعتها هو اللي بي فلما قعد يتكلم معاه يقول لا يعني أنت أنت صحيح الظابط بتاعي وأنا عسكري بس لا يعني الكلام التي تقوله ده كلام يعني لعب عيال يعني عشان تقولي خمسة ستة عشرة خمستاشر عشرين طالب في فنانة أسكرية معهم شوية حبال وشوية خناجر وشوية مش عارف إيه هيستلموا الكلية وطلعوا ياخدوا السلاح وروحوا ده أنت بتخرج يعني ده كلام ما يخشش عقل طفل أو واحد أخصها عنه اتناصر سنة في ابتلاء يعني وقعدت الحقيقة في ان يتطلوا الكلام وقلت له كلام ده أنت بتضيع نفسك وبتضيع مستقبلك ولا تعمل أي حاجة كلام ده لا يمكن أبدا يؤدي النتيجة يعني ده مش ده اللي يقيم ثورة أو يقيم انخلاب أو يعمل ثريب تريعاً كانوا عايزين يعملوا ايه كانوا فاكرين أنهم يعرفوا يغيروا النظام هما كانوا بتصويرين أنهم يقدروا غيروا النظام ويجيبوا نظام يحكم البلد كويس بالمجموعة اللي هم يبيتصوير يعني اللي هم مشكلينها وبالشكل اللي هم متصويرينه ده يعني كان تفكير الحقيقة سطحي قوي أبعد من أكتر من اللازم يعني يعني حتى مثلاً لو بتتكلم عن رتب جوة جيش أو حاجة يعني وراهم عساكر وراهم ده طلاب في النهاية عسكرية طب أنا عايز أسألك إزاي الفكر ده ودخل الجيش عبد النصر كان آيفل الموضوع زي ما بيقوله كده بتضبق المفتاح إزاي الفكر ده عرف يدخل الجيش المصري طلاب يفكره أو ينفذه موضوع الفنية العسكرية وبعد ذلك أيضاً الناس في الجيش هم اللي يغتالوا فيما بعد السادات ولكن فيها الحلقة القادمة شكراً لك بشمهندس محمد ونستأنف معك الحديث في الحلقة الثانية ومشاهدين كانت هذه هي الحلقة الأولى والتي كانت مع ضيفي المهندس محمد البشلوي الأمين العام للقسم السياسي في جماعة الإخوان المسلمين وفي أمان الله